أهلا بيكم أبو هشيمة وياسمين صبري مين استفاد من التانية أكتر؟ لو اعتبرنا زواج أحمد أبو هشيمة بياسمين صبري مصلحة متبادلة زي ما ناس كتير كانت شايفا يا ترى مين خرج كسبان أكتر؟ ومين خسران؟ وهل ياسمين اللي بقى عندها طيارة خاصة وعربيات بملايين الدولارات؟ ولا أحمد اللي اسمه ارتبط بنجمة ملء السمع والبصر؟ مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي كله وهل يطرى سبب الطلاق خلافات عائلية بين ياسمين وعيلة أبو هشيمة؟ وكمان حقيقة تعالي الفنانة على والدة واخوات رجل الأعمال؟ كل دو أكتر هنعرفه معاكم النهاردة مش بس كده هنقول لكم تفاصيل جديدة في انفصال أحمد وياسمين لما سألوا ياسمين صبري في لقاء تلفزيوني إيه أكتر حاجة عجبتك في أحمد أبو هشيمة ما فكرتش كثير وقالت بيدحكني لكن بعد سنتين من الجواز واضح إن أحمد ما بقاش قادر يدحك ياسمين وعلشان كده حصل انفصال وطلع مبارح جوازت ياسمين وبو هشيمة من أكتر الجوازات اللي استحوزت على اهتمامات المصريين تقريبا في آخر سنتين ومن أول يوم لارتباطهم الكل بيجري وراء أخبارهم وكمان تحركتهم لدرجة لما أحمد نشر صورة قبل الإعلان الرسمي عن ارتباطهم وما قالش اسمه العروسة اللي هي ياسمين المصريين مرتحوش غير لما قاعدوا يسرشوا ويدوروا لحد معارفوا إن هي ياسمين صبري وده كان من الخاتم اللي في إيديها ومن نظارة أحمد أبو هشيمة بلغة الأرقام ياسمين خرجت من الجوازة دي بثروة كبيرة جدا بتضم عربيات مجوهرات عقارات أهداها لها أبو هشيمة خلال فترة الخطوبة والجواز البعض بيقدر الثروة دي اللي كونتها ياسمين في السنتين دول بأكتر من عشرين مليون دولار لكن هل ياسمين بس اللي استفادت من جوازها بابو هشيمة ولا هو كمان استفاد مفيش أرقام ممسوكة أو معلنة نقدر من خلالها نقول إن أبو هشيمة استفاد من جوازه بياسمين صبري لكن الأكيد إن الارتباط بنجمة سوبر ستار بيفتح فرص كبيرة وعلاقات أكبر في مجال المال والأعمال ده غير طبعا الدعاية المجانية اللي خدها أبو هشيمة واسمه اللي كان بيتردد في كل حتة من غير ما يدفع ولا مليم طيب بعيدا عن مين استفاد أكتر ومين خسر هو إيه أصلا سبب انفصال ياسمين وأبو هشيمة رغم إنهم عاشوا سنتين كلهم سعيدة لحد دلوقتي لحمد ولا ياسمين أعلنوا سبب انفصالهم واكتفى كل طرف فيهم إلغاء متابعة التانية على الانستجرام وكمان حزف صورهم مع بعض لكن في مصادر مطلعة كشفت إن سبب الطلاق إن ياسمين بترفو التدخلات أحمد في اختيارتها ومصممة إن يكون لها حياة مستقلة وكمان في خلافات نشبت بينها وبين أسرة أبو هشيمة وتقال كلام عن إنها مش بتقعد معاهم خالص وحتى لما كانوا بيزوروهم كانت بتكتفي إن هي تستقبلهم وبعد كده بتدخر قضتها وما بتخرجش منها وطبعا ده على عكس هيفاء وهبي طالقة أبو هشيمة اللي كانت مرتبطة جدا جدا بأسرته وخصوصا والدته بعد نشر خبر الانفصال كان فيه ردود فعل من أحمد وياسمين أحمد كتب على الانستجرام وقال أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو إن أن أتعلم أما ياسمين فكتبت وقالت سأصبح نسخة أفضل مني في يوم من الأيام طبعا إحنا في النهاية بنتمنى كل التوفيق لأبو هشيمة وياسمين صبري في حياتهم الجديدة كنت معيكم هدير رمضان